ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مخاططات الحكومة الإسرائيلية تعمق من حرب الإبادة الجامعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتسعى للفصل بين الضفة الغربية والقطاع لمنع تكسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن مخاططات استكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة والعمل على تخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال والاستطان من شأنه تخريب أية جهود إقليمية ودولية مبدولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات وأدنت الخارجية الفلسطينية الانتهاكات والجرائم المتواصلة لقوات الاحتلال وعسابات المستعمرين ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تشهد تصعيدا ملحوظة